وجاهدين يعتبر طب الطوارئ من أحد أهم فروع العلوم الطبية السريرية والذي يقدم العناية والرعاية للمرضى والمصابين ويقوم بتدخلات الحد السريعة لمساعدة وتثبيت الحالات الحرجة واتخاذ القرار المناسب لأنقاذ الحياة أو تخفيف المعاناة وقد يكون ذلك في ثوانم معدودة كما تعتبر أقسام الطوارئ بوابة المستشفيات والهيئات الصحية وعنوانها وتميزها وتقدمها في فقرة الملتقى يسنى أن نستضيف الدكتورة نورة الشيباني وهي طبيبة متخصصة بطب الطوارئ ساتشالة بن نور دكتورة نورة وشكرا وجودك معانا ويهلا 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 مرحبا يهلا وسهلا مساء الخير ومشكورين على الاستضافة أهلا ويهلا ويهلا رب دكتورة طبعا طب الطوارئ كلنا نعرف أنه من ونحن صغار أي شيء يصير طوارئ طوارئ على طول المتعارف عليه بأن هذا القسم دائما مشغول بشكل كبير جدا فاختيارك للتخصص أمر مهم خبرنا عن هذا التخصص وليش اختارتي هذا بس طبعا لو ترجع فيني الذاكرة شوية أيام ما كنت في كليات الطب طالبة أذكر في إجازة الصيف لما كانوا يعطونا إياها شهر منها كنت أغضيها في قسم الطوارئ كانوا يقولون إذا تبغي تتعلم صح روح أقعد في الطوارئ مع دكتور الطوارئ لأنه بتشوف كل شيء بتشوف كل الحالات الحارجة فكنت أروح أقعد في قسم الطوارئ يوميا أداهم تقريبا كل أنواع الشفتات اللي هي الصبح والمساء والليلي كنت أقعد مع الأطباء أراقبهم كيف يعالجون المرضى كيف ينعشونهم كيف ينقذون أرواحهم وكيف هم يتعاملون مع بعض كفريق واحد جوي وكنت أشوفهم كيف يحلون حتى مشاكل المرضى فلفت نظري جدا حسيت أن هذا التخصص مميز كوني امرأة وإماراتية وأتخصص طوارئ كذلك أدوم في أي وقت في أي مكان أقابل أي حالة مستعدة أسعب أي مريض في أي وقت بحثت عن التميز والحمد لله الدولة وفرت لي الفرصة وحصلت عشاهاتي في تخصص طوارئ هناك مجال ثاني بعد ماشاء الله عليها دكتور نورا أول إماراتية حصلة على الزمالة في المحاكاة يمكن هذا المصالح يديد علينا لا تسمعناه قبل ولكن أنتش تكونين أول إماراتية أنا أقول لك ماشاء الله عليك أنت مصدر فخر للإماراتية أنتش تكونين الأولى في هذا الشي التعليم الطبي حثينا عن هذا المفهوم المحاكاة في الطب جميل الأسم أنا عيبري طبعا لو نرجع نفسر كلمة محاكاة محاكاة معناتها تقليد أو أن التعلم عن طريق المشاركة طبعا تاريخيا في الستينات مجموعة من العلماء قعدوا مع بعضهم يعني علماء باحثين في مجال التعليم ففكروا شو أفضل طريقة يقدر الفرد يتعلم من خلالها هل هي عن طريق السمع فقط أو النظر فقط أو السمع والنظر مع بعض أو أن يمارس الشيء بإيده من خلال التجربة ويتعلم وفعلا لاحظوا أن أكثر الناس اللي كانت تطبق الشيء بالمحاكاة أو باليد كانت تتعلم وتستوعب في وقت أقل وأكثر من اللي كانوا يعني يمارسون الأشياء تحفظ أكثر في الدماغ لما تكون يهسين تشتغلين في إيدك أو في المحاكاة لأنك تمارس الشيء هذا بطبط ولو أخصصها بس المحاكاة الطبية في الطب هو أسلوب جديد تقنية جديدة في التعليم الطبي يعني نحن نأخذ فريق معين من الأطباء أو الطاقم الطبي أو حتى الممرضين نأخذهم لبيئة آمنة بحيث أن نعطيهم حالة معينة لمدة ربع ساعة عشرين دقيقة يمارسون الحالة هذه الميزة اللي في المحاكاة أنهم يعني ما في تلقين ما يعرف شو اللي راح يصير بعدين يقعدون بينهم وبين بعض يصير عندهم عصف ذهني يستنتجون مع بعض يتعلمون مع بعض بعد عشرين دقيقة نأخذهم إلى غرفة ثانية طبعا الغرفة الثانية بعد ما يخلصون الحالة يقعدون في الغرفة الثانية تبدأ المناقشة اللي هو سمونا أو المناقشة طبعا المناقشة تكون عن أول سؤال عادة ينسئل شو حسيتو عطيني خلاصة فكرك في العشرين دقيقة أول شيء الإحساس شو حسيتو أنت في هذه التجربة بعدين نسألهم مثلا أسئلة لو أنت مثلا خطت هذه التجربة مرة ثانية كيف راح تقدر يعني شو الأشياء اللي راح تسويها أفضل أو شو الأشياء اللي ما راح تسويها التغيرات التغيرات وبعدين نسألهم مثلا هاي التجربة كيف تنقلها لبيئة العمل الحقيقية فالدراسات والأبحاث الطبية فعلا دعمت هذا الشيء وأثبتت أن التعليم بالمحاكاة الطبية يقل نسبة الأخطاء الطبية بشكل كبير جميل أذكرت نفسي السؤال وضع نفسي هنا ماذا الاستفادة من هذا الأسلوب في المحاكاة وأطباء الطوارئ بشكل خاص مثل الاستفادة من المحاكاة الطبية وحتى المحاكاة لو أنا قريت فيها كذا مرة حتى في علم الطيران والملاحة الاستفادة فيها أن أنت تحافظ على أرواح الناس لا يكون هناك أي خطاء لأنك أصلا خطت التجربة هذه والشيء الثاني أن تكسب مهارة وتتعلم المهارة بطريقة أفضل وبخبرات ثانية لأن الأشخاص عندما يقعدون مع بعض في المناقشة أنت بس تطرح عليهم الأسئلة وهم بينهم وبين بعض يطرحون الأفكار ويبدأ العصف الذهني فيستفيدون من خبرات بعض جميل أنا صراحة أشكرها على قوة شخصيتها لأنني أحس أن مجال الطوارئ أسعب من المجالات الثانية يعني كدكتور مختص مثلا في العظام أو في قلب أو جراح فيه اختصاص معين وسنوات معدودة ولكن الطوارئ أنت فيه استمرارية فيه تعلم فيه شئة يديدة وخصوصا أن أنت امرأة يعني دائما يقول مرات الامرأة ما تعطي حقها مثلا إذا كانت متزوجة لزوجة بسبب شغلها وخصوصا أن المستشفى هذا بروحها يعني جزء كامل فيه شلي شجعت على موضوع الطوارئ بالأخص هل أنت حبيتي فعلا تتميزين في مجال أنت كاميرا إماراتية أم أنت تحبين أن تكون عندك شيء مختلف أم أنت عشقتي فعلا تتنقذين أرواح كإنسانية شوفي بشكل عام أبحث عن التميز دائما جميع كوني إماراتية ولي الفخر أني أمثل الدولة في أي مكان وفي أي تخصص الدولة وفرت لي الفرصة ولله الحمد شيوخنا ما قصروا معنا الحمد لله رب العالمين أعطوني المجال أني أكون طبيب الطوارئ وفي نفس الوقت أعطوني الفرصة وأنا أخذت الزمالة في المحاكات الطبية من جامعة هارفورد والله الحمد وصار لي بس شهرين يمكن رجعت البلاد من بوص إن شاء الله نشوف دورات قريباً بتكون وبتعمم في دولة الإمارات وبتكون أحد الأياد اللي تقدم طبعاً في هذا المجال وقيادية بإذن الله فيه طبعاً طيب الوعي الصحي بناء على خبرة في مجال الطوارئ الآن إلى أي مدى يساهم الوعي الصحي في طبعاً التعامل مع الحالات وحفظ الأرواح الوعي الصحي أنا إذا بفسره هو المرحلة الأولى في الوقاية جميل عادة الأشخاص غير الأطباء الأطباء أصلاً واعين وعارفين لكن لما نتكلم على مستوى الأفراد أو الناس اللي غير طبيين اللي برع مثلاً عادة نحن ننصحهم أن يروحون يحضرون دورات الإسعافات الأولية يقرون في الإسعافات الأولية يكونوا واعين لو نفترض صار حادث لا قدر الله الناس عادة تتجمهر عند الحوادث فعادة لو كان في وعي صحي أو الإنسان يقرأ بيعرف أنه لازم أنا ما أتجمهر أترك مساحة للإسعاف للإنقاذ الأرواح يعني الوعي الصحي جداً مهم أكيد طبعاً على الجميع طبعاً سواء كان على الشخص هو المصاب نفسه أو على المجتمع أو أيضاً للأطبة الآن السؤال هذا يعني يبالها يعني سوبر غومن سوبر داكتور بصراحة يعني واحد من الاثنين أنا يقولك أهم المهارات اللي يجب أو بالصفات اللي يجب يكون فيها دكتور الطوارئ يمكن لها صفات خاصة سرعة الفديهة مثلاً سرعة التدخل في الحالة أو أن يكون معا دكتور مختص في أكثر من مجال أساساً أن يعرف في شخص المريض أو الحالة اللي موجودة شو أهم الصفات لازم تكون موجودة في دكتور الطوارئ؟ طبيبة إذا ننظر للطب الطوارئ هي كل الطب بشكل عام مهنة بتي كل الحالات موجودة عندك كل الحالات بس طب الطوارئ بشكل خاص مهنة واجب إنساني أكيد يعني أنت تتعامل مع المريض كأن تبغي حد يعني كيف أفسر لتشياها؟ كأن تبغي حد أو هذا الطبيب فعلاً لما يمسك واحد من أهلك يكون نفسك على نفس المستوى طبعاً ما شي معك في نفس المستوى نفس العقلية أيوة لأن أنت قاعد يعني أنت ما تعرف باب الطوارئ مفتوح 24 ساعة صحيح ما تعرف شو يتخلك من باب الطوارئ لازم الطبيب الطوارئ يكون عنده سرعة بديهة نفس ما قلتي لازم يكون عنده قدرة على استرجاع المعلومات في وقت حرج وغيرتش فيه مهارة أنا اكتسبتها من خبرتي في الطبيب الطوارئ اللي هي مهارة حل المشكلة نعم هاي جد أعصير يعني تدخل الطوارئ تسمع كلها صراخ وفي حالي يكون فيه روع فيه خوف يعني أنا حس أن الدكتور هذا عبارة عن سفنجة المسكين في حالة الطوارئ أو في قسم الإسعاف الطوارئ أنه لازم يهدي المريض ويقول له على حالته ويريحه نفسياً ويتكلم مع أهل المريض يعني أنت مخد أكثر من دور طبعاً احنا في الطوارئ عادة نتواجهن هاي الأشياء أنه أنت لازم تشرح للمريض وبعدين تشرح لأهل المريض وبعدين تشرح للطبيب المناوب إذا بتحول للحالة فلازم يكون عندك سرعة بديهة ولازم تكون متعدد المهارة طبعاً طبيب الطوارئ دكتورة نورة هو يستقبل الحالة ويأخذ الريبورت أو تقرير من الإسعاف ويرى ما هي الحالة بالضبط بناء على تقريرهم واستعافهم من الوضع في دقائق معدودة يمكن يأخذونهم من ثم عليه أيضاً نقل المريض إلى المختص أو تدارك الحالة وإسعاف المريض في نفس الوقت وفي نفس المكان حتى لو لم تكن التجهيزات موجودة عليه الإسعاف أو من ثم وضعه وتركه لمكان آخر طيب الآن نحن نتكلم من الرد حق المحاكاة إلى أين ترين إن شاء الله المستقبل في دولة الإمارات بالنسبة للمحاكمة؟ الحمد لله مثل ما قلت لك الحكومة ما قصرت وشيوخنا ممقصرين أنظر نظر إن شاء الله دولة الإمارات راح تكون في أعلى الرتب إن شاء الله وأعلى المراتب عفوان لأننا الآن في عصر السرعة وعصر التكنولوجيا فأنظر أن المحاكاة راح يكون هو جزء لا يتجزأ من العلم والتعليم أكيد إن التكنولوجيا ستأخذ دور كبير بإذن الله في القادم في الطب بشكل خاص بشكل خاص في نصيحة لازم تقدمها دكتورة نورا خصوصا أن أنت في قسم الطوارئ أهم نصيحة ممكن تعطيها لمريض الطوارئ أو لي على قسم الأسعاف ويكون مستعيح بس تعطي حق المريض والحق أهل المريض والحق الأطباء أول شيء اللي يايب المريض لأن دائما اللي يايب المريض هو شيء نص الهم يعني نص التعب يشيل اللي يايب المريض نفسه إن كان المسعف أو من الأهل أو اللي يايب المريض فهذه شو تغولي له يطول باله على دكاتورة الطوارئ يطول باله معنا وإحنا طبعا راح نسوي كل اللي نكتر عليه في الوقت المناسب لأن إحنا أشخاص مختصين في هذا الموضوع أكيد طبعا نقول أن أنت لست المريض الوحيد في المستشفى فهناك حالات تستدعي تواجد الطبيب وفي أولية أكثر منك وبالتالي هناك أولوية مثل مقارد اختيري نشكرك على تواجدك نشكرك أيضا على همتك وعلى خوضك في هذا المجال وصبرك بإذن الله إن شاء الله يكون منارة قريب وإن شاء الله يكون واسع بإذن الله شكرا لك إن شاء الله شكرا جزيلا شرفتين ونواتين لدكتورة نورة مشاهدين أكل الشكر لدكتورة نورة شيباني هي طبيبة متخصصة بطب الطوارئ